دلوتي مشاهدين معاد مجزل أهم الأخبار معادينا بشكرك شازلي أتى الساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ترى أصل رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض التطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأكد مجلس الأمن القومي أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته مشددا على أنه لا حل القضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وقرر المجلس العمل على توجيه مصر الدعوة لصدافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع مشيرا إلى أن مصر تبدل جهودا لإحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع وأوضح الرئيس السيسي خلال استقباله وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي لقطاع غزة مشيرا إلى أن غياب أفق القضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني العمل أهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة إلى مدينة العريشة وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية وتستهدف القافلة دعم الأشقاء الفلسطينية في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع عليهم نتيجة الاعتداء الإسرائيلي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك تصاعدا في التهديدات الإرهابية في الولايات المتحدة جراء التوتر في الشرق الأوسط وأكد بايدن أن إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت قطاع غزة وأضاف بايدن أنه يعمل مع الإسرائيليين على فتح ممرات إنسانية في غزة مشيرا إلى إمكانية إقامة منطقة آمنة وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حجد قواته على حدود قطاع غزة وأمهلت توزرة الدفاع الإسرائيلية سكان شمال القطاع وقتا إضافيا لإخلاء المنطقة يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه المدفعية الإسرائيلية القريبة من القطاع قصف مناطق داخلي بينما قصفت طائرات الاحتلال مواقع داخل القطاع بينها مناطق سكنية ومستشفيات أعلنت توزرة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2726 شهيدا منذ بداية العضوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري وأوضحت توزرة الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 10.800 شخص أبحث بالدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من ألف شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء قصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع أعلنت الأمم المتحدة أن احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة مشيرة إلى أن توقف الموالدات الاحتياطية سيعرض حياة ألاف المرضى للخطر وآمن جانبه قال المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا فليب لازاريني إنه لم يسمح بدخول لقطرة ماء واحدة ولا غذاء أو وقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر